حل مشكلة الصفحة البيضاء على تطبيقك الخاص ميسانجر اليوم سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال الضغط على التطبيق والإعدادات ثم نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا نقوم بالنزول للأسفل نضغط على التطبيقات ثم نأتي إلى نافذة التطبيقات الخاصة هنا نقوم بالنزول للأسفل لبعث عن تطبيق ميسانجر هنا نقوم بالضغط عليه ثم نأتي إلى نافذة معلومات التطبيق نضغط على إيقاف إجباري ثم نضغط على موافق بعدها نقوم بنزل الأسفل نضغط على مكان التخزين ثم نأتي إلى نافذة مكان التخزين نضغط على مسحة البيانات ثم نضغط على مسحة التخزين المؤقت ثم بعد ذلك سوف تقوم بالذهاب لمدشر جوجل لكي تقوم بالبحث عن تطبيق ميسانجر وتحديد التطبيق وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو نتمنى هنا أن تكونوا قد استفدتم منه لا تنسوا الاشتراك والضغط على الاشتراك ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله وفي موضوعين آخر